استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين والأمير طاها نجم الدين والأمير حسين برهان الدين صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند والوفد المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة بالإضافة إلى المقايرية التي تقوم بها الطائفة في مصر ومؤكدا حرص الدولة على الاستمرار في مصار التنمية في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق التاريخية بالقاهرة التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري من جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للسيد الرئيس وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصائضة وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر فضلا عن حرص الدولة والسيد الرئيس بشكل دائم على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح بما يعزز تعايش والسلم الاجتماعي كما نوها سلطان البهرة إلى الدور المصري المقدر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم مشيدا بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب